أظنها أيضاً أضافة تعرض زيادة تقريباً هذه الأشياء الأساسية يمكن كمان رفع شوية لمنطقة الحاجب سواء ما أدري بالفلر أو لفتنج سويت بس ممكن يكون حتى بالفلر لأنها صغيرة يعني ما تحتاج لفتنج لا، ليس كبيرة طيب إيش تتوقع سعرها العمليات هذه عندنا خلينا نقول بدل مو عندهم عاد هذه العملية اللي أنت ما تسويها الأنف يعني إذا حتروح الجراحة كويس ما بين 30 إلى 37 ألف تمام الشفايف طبعاً الفلر كمان يعتمد أي توقع يعتمد يعني ما بين يعني ألف بلاس يمكن الفك عاد على حسب سوى الدهون أو فلر يختلف يختلف الدهون أغلى الدهون ستكون أغلى تقريباً ما بين 10 ألاف إلى 15 ألف والفلر الفلر على حسب كم يحتاجت خلينا نقول سبعة آلاف أو تسعة آلاف مثلاً أعتقد هذه الفقرة ستكون أقوى فقرة في برنامجها الوعد لأن هذا الشيء مهم للسيدات مرة طيب حلو خلينا شو الصورة اللي بعدها أريانو شخص ثاني أي يعني نشوف بالصورة الأولى ملامحة طفولية صح وبعدين تغير شكلها مع الوقت طبعاً الصور دام نقول غير لما يكون في مكياج أو بدون مكياج لأنه المكياج والكونتور كلها يأثر لكن بشكل عام أتوقع أنه سوت أيضاً تعريض للفك واضح التعريض المعاها الأنف سوت فيه شغل أيضاً التب حق الأنف أيضاً بس حلو حلو جميل عليها جميل عليها والشفايف أكيد أيضاً ما رفعت أتأكد عيونها؟ لا أتأكد صراحة من عيونها لأنه ممكن حتى بالمكياج يتسوها الشيء أو طبعاً شفتوا الشعر طريقة البونيتير شافت كيف شعرها مرة مجدود حتى في منطقة صار فيها زي فقدان للشعر لأنه في ناس تشد الشعر بهذه الطريقة فهذه الطريقة يصير فيها فقدان للشعر من كثر الشد فإحتمال هي هذا الشيء كانت تسوي لأنه يعني فيه كثير ناس تقول لك أيها نرفع الشعر ونشد أو في الأشياء اللي يسوي لها دعاية زي المطاط فهذه كلها الضرب الشعر